مرحبا برج العقرب طاقتك انت شوي تختلف عن القراءات السابقة لان احس ان اغلب ليس الكل ولكن اغلب برج العقرب قراءتها رح تكون شخص من الماضي او الشريك رح يكون شخص من الماضي بعضكم رح يكون شخص جديد ولكن بتعيشون معه تقريبا نفس الديناميكية او نفس القصة شون اوضح لك هاي الشخص عنده خوف من القرارات الكبيرة دايما احتمال يكون شيء بسيط بالنسبة له مثل اختيار لون الجدران مثل الارتباط مثل شون اطلب على العشاء دايما عنده تردد في القرارات فشون يسوي هذا الشخص عنده حل لهذا الخوف شي سوي يخلي خياراته مفتوحة احس بالامان لما شخص تاني يختار بداله مثلا اذا فكر في الارتباط حس انه اسهل انه الام والاهل والخوات هم اللي يختارون له خلي خلاص المسئولية عليهم ولعب احس انه ينشال من على ظهره وينحط عليهم لانه قلتلك ما يحب يخاف ما عنده قدر على الاختيار يمكن يكون ميزان لان الميزان هو هذا طبعا ولكن احتمال يكون اي برج ولكن ما اخد طاقة الميزان فشنو قاعد يسوي قاعد يخليك انت اللي صاير في الوضع ان هاي الشخص مخلي خياراته مفتوحة او مخلي العلاقية عن نوعا ما مفتوحة مو مثبتها بقرار او بحديث معين معاك لما يكلمك يقول لك خلاص احنا مرتبطين خلاص انت لي وانا لك وارتب وضعي وكذا وكذا ونرتبط هذا يخلي الامور مفتوحة عشان دائما اما انت او اما الاخرين تختارون عننا اشوفك في السابق دائما انت اللي كنت تحارب عشان تخلي العلاقة تنمو تحارب او انت اللي قاعد تروح تجاهها تخضو تجاهها خطوة خطوتين الثالثة هذا الشخص ينسحب يبتعد عنك دائما فيه سحب بينكم لان هذا الدينميكية اللي صايرة عندك واشوفك ايضا ان انت كنت دائما الشخص اللي يحارب عشان العلاقة نفسها كأنها يعني من طرف واحد طريقة تصرفة في السابق او اذا كان شخص جديد سيدخل حياتك فهي تصرفات اللي بتكون في البداية معاك ارى انك انت عزيزي برج العقرب جدا مستعد عندك فوكس على ما تريده ان تريد الزواج الاسرة البيت الاطفال عندك فوكس تعرف شن الحياة اللي تب بيها بتفاصيلها وافق ان انت بالارتباط مثلا بالنسبة لك وافق هذا الشخص عندكم دينميكية غريبة في الارقام يكون مثل رقمك ولكن عكس الطاقة يعني هو فعلا اللي قاعدة افهمه ان احتمال هو يريد نفس الاشياء اللي انت تب بها ولكن عنده صعوبة ان يختار فعدم اختياره يبين لك كأنه لا يريد لا يريد عرضك لا يريد الارتباط معاك لا يريد ان يبدأ معاك حياة جديدة ولكن اللي احسه بالعكس فيه تناغم عندكم هو يريد بالضبط ما انت تريده عنده ايضا مشكلة في اظهار مشاعر احتمال اشوفه شخص خصوصا بخصوص المشاعر لا يتكلم كثيرا كتوم لا يصارح يعني منوعية الاشخاص اللي يتصل فيك وقلك وحشتني شوي في المشاعر خاف انه يفتح قلب للاخرين ولكن الاربعة مع الاربعة عندك اربعة الاخصان انت وهو عنده اربعة الخماسيات عندكم نفس الرغبات ولكن فيه فيه مشكلة حاليا في الالتقاء نقصة الالتقاء لانه مو قاعد يصير الالتقاء لانه واحد يقرب واحد يبعد فمو قاعدين تتفقون على باتجاه هاي العلاقة حاليا ولكن خلف كل هذا خلف كل الدراما اللي صايره في حياتك وفي حياتي الشريك ارى ان اثنينكم جدا متفقين تحبون بعض في شغف متفقين ترى وترون نفس الاشياء يعني احسه اذا انت تسألني عن مواصفات الشريك احس مثلا بعطيك مثال اذا هو يرى ان من التبذير ان مثلا مبلغ معين يصرف على كذا وكذا انت ترى مثل ما هو يرى مو من اجل ان تتفق معاه لا انت عندكم اتفاق على امور كثيرة في الحياة مثلا اسلوب تربية الابناء طريقة تصرف الامهات اشياء كثيرة انتم متفقين عليها وجهة نظرك مثل وجهة نظرة بس حاليا هو في مرحلة تخوف من اختيار القرار لان هاي بالنسبة له قرار مصيري يخاف يجازف يجازف في ماذا؟ احتمال عنده مبلغ معين متدخرة من اجل مشروع يخاف يجازف فيه ويتزواج او العكس صار لفترة كثيرة يتدخر مبلغ حق الزواج فهو احسه قاعد يحرص ان لما يختاره يتزوج يكون خلاص زواج فيه استقرار ما يكون فيه طلاق او مشاكل او عدم استقرار يكون خلاص القرار الصحيح والزوجة الصحيحة يعني يكون مقتنع عندك ايضا طاقة النجمة كانت تظهر بكثرة هي وكرت العدالة تظهر بكثرة في القراءات السابقة وتسعة الخماسيات تسعة الخماسيات طبعا هي كرد الحياة العزوبية حياة الرفاهية الاموال وتحقيق الاهداف تحدث في هاي المرحلة ما عد الزواج يعني هاي المرحلة تحدث فيها كل احلامك بغض النظر عن ما هي احلامك معد الزواج الارتباط تكون في هاي المرحلة انت او الشريك اللي قاعدة اشوفها ان انت قاعد تتحدث بشكل جاد مع الشريك وتقول لها الى متى احنا رح نضل في هاي المرحلة في مرحلة العزوبية وفي مرحلة الانتظار يعني يمكن فعلا فيه كلام بينكم عن احتمال الارتباط او الرغبة في الارتباط بس الموضوع احتمال مطول فاشوفك تسأل الشريك متى رح يصير هالشيء انتظرنا بما فيه الكفاية وكانت لدينا علاقة او معرفة بما فيه الكفاية متى رح نتزوج يعني بالنسبة لك الموضوع صار مثل النجمة النجمة بعيدة كل ما تمشي باتجاهها ما رح توصل تحس انك ما قاعد توصل للخاتمة اللي المفروض لها الوقت وصلت لها انت والشريك وهي الارتباط فكأنك شوي بعد تسأله عن الوقت وتسألني انا بعد عن الوقت متى رح يصير هذا الشيء احس ان الشريك مثل ما اخبرتك يريد ما انت تريده ولكن هو يتأنى اكثر طاقة بطيئة اكثر احس غير مستعجل ابدا غير مستعجل ما اخذ روحه على هدوء وروية وعنده ايضا خوف هاي الانسان ملتزم سواء ملتزم من ناحية التصرفات او ملتزم من ناحية الدينية يعني انسان جاد لما يوقع عقد لما يعطي كلمة يحب ان يكون قدها ما يحب ان يتراجع فيها فبالنسبة لتوقيع عقد الزواج بينك وبينه او الارتباط موضوع جاد يريد ان يفعله بالطريقة الصحيحة ما يستعجل فيه اوكي مع رقم سبعة هنا عندنا سبعة الاكواب وهي طاقة الخيارات الكثيرة قلت لك فيه تقابل بينك وبينه بالارقام وهذا بالنسبة لي يمثل لي في هاي القراءة ان انتو تريدون نفس الاشياء ولكن فيه اختلاف بسيط على التوقيت على التفاصيل على واحد منكم مثلا مستعجل اكثر واحد منكم مخل الأمور على راحة سبعة الاكواب قلت لك عنده سبعة السيوف او في القراءة سبعة السيوف وكرت الاويكنينج الاستيقاظ احس من الاوراق انه انت بالعادة كنت دائما اللي مثل ما قلت لك اللي انت تسأل تطرح السؤال وتطرح موضوع الزواج والارتباط صح؟ هاي اللي قاعدة احسه من القراءة انت مستعد انت كرتك اربعة الاغصان وهي كرت البيت الاسرة الاطفال يلعبون في الحديقة هاي الشخص طاقته عدم التحرك للامام ولكن احس ان اللحظة اللي انت وراح يكون من جانبك رح تنسحب شوي شوي من حياة هذا الشخص بهدوء يعني ما رح يكون انسحاب دايريكت وعنيف ومرة واحدة تقطع الاتصال معالا اللحظة اللي انت تشيل تركيزك وتفكيرك عن متى رح يصير هاي الارتباط وانا مستعجل وانا اريد الزواج غدا او بكرا او قريبا اللحظة اللي تشيل تفكيرك عن هاي الموضوع تبتدي تركيز على امور ثانية عمل اسرة زيارة الاهل زيارة الاصدقاء حرفة يدوية انت تسويها اللحظة اللي تبتدي شوي تركيز على نفسك تنسحب من هذا الشخص هذا الشخص رح يتشوف انه عنده فراغ في حياته والفراغ هو بسبب عدم وجودك لان انت انسحبت لما اقول انسحبت مو معناتها انفصلت او نهيت العلاقة نهائيا ولكن انشغلت بنفسك عزيزي برج العقرب النصيحة ايضا لك ان انشغل بنفسك دائما يقولون الاطباء اذا عندكم مشكلة مراضية عشان ما تكبر لا تركز عليها دائما ولا تتحدث عنها دائما ولا تشتكي منها دائما كثرة الشكوى تكبر المشكلة نفسها فلما تركز على امور ثانية احتمال بالعكس مثمرة في حياتك مثل علاقاتك صداقاتك اي شي انت تحبه هاي شخص رح يلاحظ غيابك بالنسبة لك انك اختفيت لا يعرف اين ومتى اختفيت بعدين رح يكتشف رح يوصل مرحلة ويكتشف انه ليس كل ما يلمع ذهبا هو فعلا كان انسان يحب يخلي خيارات كثيرة في حياته علاقاته مفتوحة ما يحب انه يدخل قفص ويغلق عليه بما معنى ولكن رح تتغير طاقته 180 درجة على طول رح يتحول من طاقة الاشخاص الكثيرين او الامور الكثيرة الانشغال عنك الى طاقة وينك انت يا برج العقرب وشلون اوصلك وقتها رح يكون في عرض للزواج او الحب عندك الكوب الواحد وهي طاقة ان انت تعرض على شخص زواج ارتباط حب مشاعر لان هذا الشخص يعرف ان انت ايضا تعرف ان كان عنده اكثر من خيار كان غير ملتزم بالاحرى مشارك تكون عنده اشخاص ثانين كان غير ملتزم في العلاقة اساسا ما هو الشخص اللي غير ملتزم من اجل هذا السبب يكون عنده اشخاص ثانين او اولويات اخرى غيرك وغير العلاقة هذا اللي رح يصير بعدها هذا الشخص رح يتحول طاقته حتى التجارة رح يختلف كان متجه نحو هذا الجهة هذا الجهة هي حياته المعتادة الخيارات الاشخاص الطلعات السهرات براحته يفعل ما يريد وقت اللي يحتاجك يرجعلك رح يتحول عندما انت بتدي شوي شوي تنسحب وتركز على نفسك وحياتك تضع الاولوية لنفسك كل هدوء بدون اي غضب او بدون اي مواجهة هاي طاقت تبعت السيوف طاقت عدم المواجهة الموضوع يقول لك لا يحتاج لمواجهة مع هاي الشخص عليك ان تريه بالافعال قيمتك وما انت تستطيع ان تعمل يا برج العقرب وقتها هذا الشخص رح من هاي الجهة وهاي الاطباع رح يتحول لك الى فارس الاحلام اللي مستعد انه يبني معاك مثل ما انت مستعد ويعرض عليك الزواج والحب والارطباط الرسمي احس هاي هي الطاقة اذا كنت تسأل عن مواصفات اكثر عزيزي برج العقرب فانا لا بالعادة لا اركز على المواصفات الشكلية لانها حتى لو انطبقت عليك هذا الشخص ما رح تنطبق على الكلم ولكن احس بشكل عام ان هذا الشخص معاك انت يكون عكس ما هو مع الاخرين يعني اذا كان مع الاخرين خجول احتمال ان اشوفه دائما خجول او لا يثق وينفتح بسرعة مع الاخرين فهو معاك العكس تماما معاك انت حس ان انت المنزل بالنسبة للامن والامان الشخص اللي دائما يفض فضله يشكيله يثق فيك اكثر من انفتاحه مع الاخرين اذا كان تشوفه مع الاخرين بالعكس يتكلم كثيرا ويمزح ويضحك فهو معاك تشوفه لا هادئ ساكد كلام يكون موزون وجاد فرح تشوف هاي المواصفات فيه ما هي المرحلة القادمة بعد الامور اللي قلناها عندك الامبراطورة ملك الاكواب ثمانية الخماسيات وهي طاقة الانغماس في العمل وثمانية الاكواب قلت لك من بداية القراءة في عندكم مقابلة غريبة بين الرقم والطاقة ثمانية خماسيات ثمانية اكواب عندنا هني سبعة اكواب سبعة سيوف اربعة اخصان وعندنا اربعة خماسيات يعني هذا طمأنه لك أصلاً ان حتى لو كنتوا حالياً لا تتفقون في وجهات النظر لا تتفقون على تفاصيل علاقتكم والارتباط وهي الامور التارو طريقة القراءة خبرك انه لا تحاتي لأنه انتوا فعلاً ترى بغض النظر عن حالياً دائماً نسمع قصص ان الأشخاص يتغيرون للأسوأ بعد الزواج ولكن في هاي الحالة رح يتغير إلى الأفضل شنو رح يصيره هذا الشخص رح جداً يكون أسعد بكثير في الحياة الزوجية احتمال يكون منغمس في الحياة الزوجية أكثر منك يعني هو كان فقط غير وافق في مرحلة الاختيار أو الخطوات الأولى ولكن خلاص عندما يأخذ اتجاه يتوجه إليه بكامل قوته وطاقته رح يكون من نوعية الأزواج أو الشركاء اللي أحب يساعد أحب يخدم أحب مثلاً يساعد في البيت أشوف شخص يحب يساعد في البيت يعني مو من نوع الأزواج اللي يدخل البيت يقعد على الكرسي أو ينامه خلاص لا أحب ينغمس معاك في تفاصيل الحياة الزوجية يكون لك فعلاً شارك أشوفك أنت لما تشوفه بهذه الطريقة رح تكون سعيد أكثر من الزواج نفسه أكثر من الزواج نفسه أو مرحلة عقد القران رح تكون سعيد لما تشوف تصرفات هاي الشخص بهذه الطريقة لأنه بالنسبة لك غير متوقع تحول كبير من طاقة السبعة طاقة السبعة هي دائماً الانتظار إلى طاقة الثمانية طاقة الثمانية إنجاز العمل وخلاص الشخص منغمس في عمله أو طاقة الأفعال ثمانية الأفعال ما فيها توقف أنت رح تكون سعيد وألاحظك أنه رح تسوي حركة معينة إحتمال فترة اللي أنت كنت سنجل عزيزي برج العقرب أو غير مرتبط كان في عندك علاقات كثيرة من الصداقات من الناس المعارف أرى أنك أنت اللي رح تقرر بسبب هاي الزوج بالنسبة لك رح يكون حتى صديق حتى أخ حتى كأب أو إذا العكس إذا أنت الرجل هاي الزوجة رح تكون لك أخت أم صديق كل شيء بالنسبة لك فأنت وقتها غير عن سعادتك أنت رح تاخد قرار أن تخرج بعض العلاقات من حياتك اللي تحس أنها ما تلزمك لأن أنت هاي الأشخاص المعينين أشوفك رأيتهم على حقيقتهم فترة ما كنت أعزب وغير مرتبط ولكن كنت صبور تنتظر اللحظة المناسبة مثل شوية طاقة انتقام تنتظر اللحظة المناسبة عشان تكون في أوج قوتك طاقة الملك أوج القوة عشان تاخذ فعل واضح وصريح معهم أشوفك رح تسحب على بعض الأشخاص اعتما الأشخاص بعيدين من المعارف الأصدقاء الأهل وتأذر أشخاص كانوا دائما تحسهم عائق في حياتك رح تسحب عليهم ورح تنظر بكل حب لهذا الشريك أنت مستمتع ترى في هاي الحالة شريك جدا ممتاز طاقة البطريق وهو حيوان جدا يعني شريك كل هما عشي الزوجية أشوف أنه أيضا رح يدور بينكم حديث أنت رح تنظر له وهو في هاي الوضع رح تذكره الأمور اللي سواها قبل عدن القرار أو التردد أو الأمور اللي خلاك تعاني منها أنت في السابق رح تنظر له وتذكره به هاي الأمور هاي الشخص رح يطقط رأسه لأنه فعلا هو أيضا رح يستغرب من كمية السعادة اللي في الزواج اللي كان متخوف منها في البداية كمية السعادة وأيضا عن ذكرت الأموراطورة أشوف أنه في حمل سريع يعني بعد الزواج الأمور هي طاقة الأم ولكن الجنس غير مهم أشوف أنه في حمل سريع بعد الزواج طفل واحد في البداية أنت رح تكون سعيد مثل الملك المتوج وهذا الشخص رح يكون الشريك المثالي بالنسبة لك رح تحب لك كارت تابع النصيحة الأخيرة لبرج العقار بماية لماشا مع القراءة لبرج العقارة لبرج العقارة هذه النصيحة لما الشخص يكون خايف ومتردد أنت تدفعه أكثر تجبره أكثر تكون صارم معه وصريح أكثر لا ينفع لازم أنت هنا تحكم طاقة القلب والعقل والذكاء مع بعض لما يكونه غير متأكد بالعكس الحل أنه أنت شوي تنسحب تعطيه مثل الوقت اللي يفكر مع حالة لحالة يفتقد وجودك هذا اللي سيدفع التغيير هذا الكارت يذكرك بهاي المرحلة الأساسية اللي لازم أنت تسويها يعني قولك تصرف الذكاء عاطفي الذكاء العادي مو معناة الذكاء العاطفي هذا شخص أنت عرف نوعيته فاختار له أفضل حل أفضل حل هو عدم المواجه مع هاي الشخص بالعكس رح يحس بضغوط زيادة إذا واجهته وحاسبته وعاتبته لما يرجع لك ويكون واثق أنه يريد الأرتباط أوكي يعني شوف أنت حتى مرحلة العذب وين طالعه عندك طالعه عندك بعدين بعد الزواج أنت هنيت عاتبه وهو هنا مطاطئ رأسه يقول لك اختار الوقت المناسب لإجراء الحديث المناسب لأنه أنت عزيزي تقدر بهاي الطريقة تأخذ ما تريده وما تشتهي من الشري شكرا برج العقرب وأتمنى لك ترجمة نانسي قنقر